تحتفل مصر اليوم بعيد الفلاح واستهتمام من الدولة على جميع مستوياتها بدعم الفلاحين ورعايتهم بدءا من الإصلاح الزراعي وحتى منظومة الكارت الذكية يحتفل فلاح مصر بعيدهم السابع والستين والذي اعتمده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب ثورة يوليو عام 1952 تكريما منه وإنصافا للفلاح وتعويضا عن الظلم والمعاناة التي تعرض لها قبل ثورة يوليو مع نظام الإقطاع فعقب ثورة يوليو صدر أول قانون للإصلاح الزراعي وبموجبه تم تحديد سقف الملكية الزراعية ووزعت الأراضي على الفلاحين ليصبح الفلاح مالكا للأرض أما حديثا فظهر اهتمام الدولة بداية من مشروع مليون ونصف المليون فدان الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو أحد أهم مشاريع القومية الحديثة التي تستهدف إنشاء ريف مصري جديد وعصري تكون نواته سلسلة من القرى النموثجية الدراسات المتعلقة بمشروع المليون ونصف المليون فدان وضعت التراكيب المحصولية لمناطق المشروع المختلفة في ثماني محافظات تقع غالبيتها في صعيد مصر وسيناء طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه مظاهر الاهتمام بالفلاح تمثلت أيضا بالمشروع القومي للصوب الزراعية الذي افتتح الرئيس السيسي مرحلته الثانية في أغسطس الماضي مشروع الصوب سيتيح باستكماله عام 2021 أكثر من 300 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة حيث يقام المشروع على مساحة 100 ألف فدان أيضا وبعد انتظار طويل خرقت منظومة كارت الفلاح إلى النور ليتقرر بدء العمل بها اعتبارا من أكتوبر المقبل مع وقف العمل بالبطاقات الزراعية اعتبارا من ذات التاريخ منظومة كارت الفلاح تساعد في ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفني للفلاح الذي يستحق الدعم وسهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة في أبريل 2017 دخل قانون التأمين الصحي على الفلاحين حيث التنفيذ بعد أن وافق عليه البرلمان والقانون يلزم بإبلاغ الجهات المعنية بتوريد مبالغ اشتراك الفلاح سنويا والمقدر ب120 جنيها عن كل فلاح إلى هيئة التأمين الصحي